هرجع لك تاني وأحد السادة النواب النهاردة في البرلمان قال الحوت الأزرق هي هنسميه إيه لعبة ولا أبليكيشن ده هو مش لعبة هو لا لعبة ولا أبليكيشن هو تحدي تحدي موجود على جروب طيب هو تحدي من 25 تحدي يؤدي إلى قتل شبابنا ومنهم تحدي باسمه مريم آه مريم ده أبليكيشن أبليكيشن مريم ده كان أبليكيشن نقول للناس برضه طيب مريم ده كان أبليكيشن بس فكرته هو أبليكيشن سعودي بالمناسبة يعني اتعامل في السعودية ونزل على الأب ستور بتاع شركة أبل وجيم الفكرة بتاعته إنها فكرة بتسأل أسئلة وجيم يعني يندرج تحت نوعية الجيم المرعب إنه ممكن يقولك حاجات ترعبك يصحيك من النوم الموبايل يرنف أوقات غريبة يسألك أسئلة مريبة حاجات زي كده لكن هي ما حصلش إنها وصلت الناس إلى مسألة الانتحار لكن ده كان أبليكيشن فعلا موجود على الموبايل منع في الإمارات يعني في دول خلت بس هيتطور آه طبعا مو هيطلع علينا حاجات تانية أكيد هيا تكنولوجيا كده يعني إحنا علينا نهاية أنفسنا إن الحوط الأزرق دي بداية وإنها ليست نهاية أنا زي ما قلت لساعدتك إحنا في القرن الواحد وعشرين الحل الوحيد إن إحنا نتعلم الحل الوحيد إن إحنا نتعلم ما تعلمناش بدل ما إحنا عملنا نستخدم التاب والموبايل والكلام ده الحاجات دي لا تستخدمنا أحسنت دكتور محمد الجندي علينا أن نتعلم إذا قررت أن تواجه مشكلة زي مشكلة الحوط الأزرق لا هي بفتوى من در الإفتاء مع كامل احترامي ولا بإقرار برلماني لقانون ولا الكلام ده التعلم والحجب لا يفيد هذا ما قاله ديفي الكريم دكتور محمد الجندي خبير المعلومات في مصر